من المرجح أنك تشاهد هذا الفيديو وأنت جالس وبقاءك جالسا ببعض قائق لمشاهدته هو أمر لا بأس به وكلما أطلت البقاء كلما أصبح جسدك أكثر اهتياجا ينتظرك جسدك بفارغ الصبر حتى تقف مجددا وتحمله ليسير قليلا ربما يبدو الأمر مدعثا للسخرية هل يفضل جسدنا الجلوس؟ هذا ليس حقيقيا بالطبع أن الجلوس لمدة وجيزة سيساعدنا على التعافي من الضغوط أو التقاط أنفاسنا من التمارين لكن في الوقت الحاضر تجبرنا أنماط حياتنا على الجلوس أكثر من الحركة بكثير لم تبنى أجسادنا من أجل هذه الحياة الكسولة لحقيقة الأمر أن العكس هو الصحيح بني جسم الإنسان من أجل أن يتحرك ويمكنك مشاهدة أدلة هذه الحقيقة من خلال بنية الجسم البشري في داخلنا أكثر من 360 مفصل وحوالي 700 عضلة هيكلية والتي تمكننا من الحركة بسهولة وسلاسة تمنحنا بنية جسدنا الفيزيائية الاستثنائية القدرة على الوقوف باستقامة مقابل قوة الجاذبية يعتمد دامنا على حركتنا من أجل أن يستمر في دورته وتستفيد خلايان العصبية من الحركة وجلدنا مرن بمعنى أنه يتقولب بحسب حركتنا لذلك فإذا كان كل إنش من الجسد جاهز وينتظرك للتحرك ماذا يحدث عندما لا تتحرك؟ لنبدأ بالعمود الفقري حرفيا عمودك الفقري هو بناء طويل مصنوع من العظام وأقراس الغضاريف التي تتموضع بينهم وتقوم المفاصل والعضلات والأربط المرتبط مع العظام بمسكها جميعا وتتمثل الطريق الشائع بالجلوس بظهر منحني وكتفين متراجعين وضعية تخلق ضغطا غير متساوين على العمود الفقري ومع مرور الوقت يسبب ذلك تآكل وتلف الأقراس الغضروفية مسببة الإعياء لبعض الأربط والمفاصل وتسبب توطرا للعضلات التي بدورها تتمدد لتستوعب وضعية ظهرك المنحني يؤدي هذا الشكل المنحني إلى انكماش التجويف الصدري أثناء الجلوس مما يعني أنه بات للرئتين مساحة أقل للتمدد أثناء التنفس وهذه مشكلة لأنها تحد من كمية الأكسجين بشكل مؤقت الأكسجين الذي يملأ الرئتين وينق الدم تقع العضلات والأعصاب والشرايين والأورد حول الهيكل العظمي كلها تشكل طبقات النسيج الطري لأجدادنا وبفعل الجلوس تسحق وتسد وتضغط وتتحمل هذه الأنسجة الحساسة العبء حقا هل تعرضت للخضر والتورم في الأطراف عند الجلوس في مناطق هي الأكثر انضغاطا؟ أعصابكم وشرائنكم وأوردتكم من الممكن أن تنسد الأمر الذي يحد من الإشارات العصبية مما يسبب الخضر ويخفض من تدفق الدم في الأطراف مسببا تورمهم يعطل الجلوس لفترات طويلة مؤقتا البروتين الذهني الليباز إنزيم خاص في جدران الشعيرات الدموية والذي يفتت الدهون في الدم فعندما لا تحرقون الدهون بمقدار ما تفعلون أثناء الحركة فما هو تأثير هذا الركود على الدماغ؟ في أغلب الأحيان من المرجح أنك تجلس لتستخدم دماغك ولكن من المفارقات الفترات الطويلة من الجلوس في الواقع تتعارض مع هذا الهدف بقاؤك ثابتا يقلل من تدفق الدم وكمية الأكسجين التي تدخل مجرى الدم من خلال الرئتين يحتاج الدماغ كلا الشيئين ليبقى متأهبا لذلك فإن مستويات التركيز سوف تتراجع على الأرجح بينما يتباطأ نشاط الدماغ وللأسف فإن الأطار السيئة للجلوس ليست فقط على المدى القصير أظهرت الدراسات الحديثة بأن الجلوس لفترات طويلة مرتبط ببعض أنواع السراطانات وأمراض القلب ويمكن أن تساهم في مرض السكري والكلا ومشاكل في الكب يبين الباحثون في أنحاء العالم أن الخمولة يسبب حوالي 9% من الوفايات المبكرة سنويا ما يعادل 5 ملايين شخص إذن العادة التي تبدو غير مؤذية على الإطلاق لديها القوة في الحقيقة على تغيير صحتنا لكن لحسن الحظ فإن الحلول لهذا التهديد المتصاعد بسيطة وبديهية عندما لا يكون أمامك خيار إلا الجلوس حاول تصحيح تحذب عموذك الفقري إلى الوضع المستقيم وعندما لا يتوجب عليك أن تتقيد بالمقعد أعمل جاهدا على التحرك أكثر ربما بضبط منبه يذكرك بأن تنهض كل نصف الساعة وضعوا في اعتباركم أن أجسامنا خلقت لتتحرك وليس لتبقى ساكنة وبما أننا قاربنا على الانتهاء لماذا لا نقف ونتمدد الآن عالي جسدك بالمشي وسيشكركم لاحقا